يمكن أهم ملاحظة كنت عايزة بتدي بيها حلقة النهاردة بس مرضتش وأجلتها عشان أقولها مع ضيفي النهاردة في السادسة الكابتل كبير خالد جدالة اللي برحب به طبعا وبنورنا في السادسة مسا خيري كابتل خالد أهلا بيك تحقا تليك يا أحمد الله خالد حقا تحقا أجلها لغاية لمحا تشرفنا في السادسة عشان أسمع رأيك فيها لأنه على مدار مشاركة الأهلي في بطولات كتيرة جدا بيبقى معا فرق من دول تانية زي مثلا الهلال السعودي لما كنا بنعب في كاس العالم فكان الهلال السعودي بيلعب معنا زي الوداد لما كان بيلعب معنا في نسخ الدولة الأبطال كنت بشوف وبحس كده مجرد إحساس أنه الفرق دي بطلقى كل الدعم والمساندة من كل الجهات الرسمية المسؤولة عن رياضة كرة القدم في الدولة بتاعتها وهي دخلة المعترك البطولة دي ما بحسش نفس الإحساس ده مع الأهلي وبحس دايما أنه بالعكس بدل ما أنت مش بتكتافي بأنك أنت تقدم الدعم والمساندة أنت من الورد جدا أنك أنت تكون للأسف الشديد جدا بتحط يعني مطباط صناعية تحط عرقيل يعني مش باس ما بتقومش بدورها لكن بحس أنه ممكن تبقى متعمدة أو غير متعمدة لكن بحس أنه المسؤولين هنا بيعطلوا مشوارنا دي أو ما بيساعدوش النادي الأهلي يعني هو على رغم في النهاية أنه أي انتصار بيحاول النادي الأهلي هو بيحسب لرياضة المصرية والكرة المصرية هل إحساسي أو انطباعي ده صحيح ولا نظرية المعامرة مسيطرة على تفكيري؟ لا انطباعك صحيح وده الانطباع اللي بيجي لكل الأهلوية وبيجي لنا احنا كمان يعني وضع طبيعي عندنا مبارا يوم السبت قوية جدا ومهمة جدا في مشوارنا في بطولة أفريقيا أبطال الدوري مع سانداونز مش من الطبيعي أن انت تيجي تلعب يوم الثلاث يعني تلعب سبت مع القطن الكاميروني والثلاث هتلعب مع المقاولين مطش هيبقى جامد وفرقة يعني جامدة مقاولين وبقا أنت روح يوم السبت في المطش المصيري تلعب قدام سانداونز طب ايه المشكلة مطش المقاولين ده ما كان يتأجل وتلعب في اي وقت يعني احنا بنقدر نتحكم في البطولة بتاعتنا المحلية زي ما احنا عايزين ولكن المفروض مع النادي الأهلي ومع اي فريق الفرقة اللي بتمثلنا في البطولات أفريقيا سواء بطولة أفريقيا أو الكون فدرالية أبطال دوري أو الكون لا لازم نساعد لازم نمد الإيد نساعد فرقنا مش نقف ضد فرقنا فأنا شايف أن مطش المقاولين ده طبعا زي ما انت قلت أنا اعتبره مطب صناعي لأن لعبت النادي الأهلي هتبزل فيه مجهود كبير جدا جدا مش مطش سهل صحيح وحتروح يوم السبت لسه فيه سفر ومسافة طويلة جدا لجنوب أفريقيا وتلعب مع سانداونز فرقة قيلة جدا 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 وانت محتاج المطش عايز تكسب طبعا بتوفيق ربنا بإذن الله وجدعانة اللعيبة بتاعتنا بإذن الله هو سيناريو عشرة أيام صعب يعني صعب على أي فريق صعب على أي جهاز فني من مطش القطن هنا اللي لعبناه مبارح لغاية مطش القطن هناك اللي هو مفترض يوم الثلاث فيه رحلتين صفر طوال وكبار واحد من أقصى شمال القرى الأقصى جنوبها تلعب سانداونز وتطلع من سانداونز من جنوب أفريقي على الكاميران عشان تلعب القطن وبعاكها ترجع القاهرة ودي لها حزبة بيرما خصوان في ظل الغيابات بس قبل ما أدخل في كل ده خلينا أتكلم مع حضرتك وقبل ما أتكلم على مطش المقاولين برضو هذا سؤال مهم جدا عايز أسمع رأيك فيه عايز أعرف مبارح الأهلي شفتوا إزاي كسبنا تلات نقاط مهمة جدا في توقيت رجعونا دون إلى حد ما دفع كبيرة جدا عشان نرجع ننفس مرة تانية في البطولة لكن بعيدا عن مكسب التلات نقاط شايف إيه أهم مكسب حقاق الأهلي ممطش مبارح أول مكسب التلات نقاط زودنا رصدنا من نقطة الأربع نقاط فحطونا يمكن دخلنا قربونا شوي نمرت اتنين فرقة القطن مش مقياس إن أنا أحكم على فرقة الناد الأهلي مبارح فني يعني فرقة القطن فرقة في المتناول يعني نقدر نقول مستوى الفني أقل من المتوسط فكان من الطبيعي إن الناد الأهلي يعني نكسب بأقل مجهود ولكن مش مقياس إن أنا يعني أحكم لا أنا أحكم يوم السادس في المتناول دي يعني على بقى تعلمتس مهدد خلية كانت في المتناول برضا؟ لا الدخلية أصعب من القطن الدخلية أصعب من القطن أصعب من القطن وده أكبر دليل على كلامي خسروا على ملعبهم وخسروا من الهلال السوداني ومن سان دونز على ملعبهم لا فرقة بعيدة الدخلية يعني الفرقة المصرية تعرف تلعب قدام النادي الأهلي ازاي؟ فيل وبالزون ديفينس والمبارح بيلعبه وماتش مفتوح وهم امكانياتهم على القدوم فماتش كان في المتناول فهو كان الهدف الاولان ان احنا نكسب الماتش والحمد الله اكسبناه وبنتيقة كويسة 3-0 بقى عندنا اربع نقاط انا اتمنى ان فيه لعيبة بالذات بعد ماتش مبارح تكون السقة رجعت لها بشكل كويس وحخص بالذكر طاهر محمد طاهر لان طاهر مبارح انا شفته بشكل كويس جدا احسن من الماتشات لقبل كده بكتير بالذات في النواحي الهجومية وشكله الهجومي وفعاليته في النواحي الهجومية كان ظهر بشكل كويس جدا اتمنى ان من يعني يحط الماتش دوا في دماغه شوف هو لعب مبارح ازاي يبقى كل ماتش يلعبه بنفس الطريقة اللي لعبها